مع أصوات انفجارات قادمة من شمالي قطاع غزة يبدو أنها ناجمة عن قصف مدفعي إسرائيلي سمعنا انفجارين متعاقبين خلال أقل من نصف دقيقة يبدو أنهما ناجمان عن قصف مدفعي إسرائيلي إلى تلك المنطقة القصف المدفعي إلى تلك المناطق لا يتوقف نتحدث عن قصف على مدار الساعة ربما يخفت قليلا لكنه لا يتوقف تحديدا في ساعات الليل يكون متواصلا طوال الوقت ومستمرا طوال الوقت بطبيعة الحال بالإضافة إلى الغارات الجوية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي من هنا من هذه المنطقة من هذه التلة في زدروت بإمكاننا رؤية الغارات الموجودة الشمالي قطاع غزة تحديدا على منطقة بيت لاهيا وعلى منطقة بيت حنون وعلى منطقة جباليا حيث يشن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية متلاحقة يوميا نتحدث عن أكثر من 20 غارة يوميا نعم نسمع مجددا آخر دوي انفجارات وقصف مدفعي كما ذكرت أحمد أربعة انفجارات خلال الثواني الأخيرة هذه الأصوات أقرب من الأصوات السابقة ما يشير إلى أنها أقرب إلينا أقرب إلى المناطق الشمالية والشمالية الشرقية على حدود قطاع غزة الأصوات الماضية كانت أبعد ربما كانت باتجاه المناطق الشرقية للقطاع وربما باتجاه مدينة غزة لكن هذه الأصوات أقرب وهي تقريبا لا تنقطع ومتواصلة قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق شمالي قطاع غزة بالإضافة إلى الغارات الجوية التي يشنها بين الفينة والأخرى ويستهدف فيها عدة مدن فلسطينية في شمالي قطاع غزة ريمة نعم أحمد إذن نحن متابع هذه الصور قبل قليل من تل أبيب لسقوط صاروخ على أحد المباني السكنية ودى ذلك إلى إصابة ثلاثة إسرائيليين وفق وسائل الإعلام الإسرائيلي ريمة أشير إلى أن صافرات الإنذار تدوي الآن في منطقة تل أبيب مرة أخرى صافرات إنذار تدوي في منطقة تل أبيب الآن مرة أخرى على ما يبدو رشقة صاروخية أطلقت من قطاع غزة خلال هذه الأثناء صافرات إنذار في عدد من المناطق في تل أبيب وفي المناطق المحيطة بتل أبيب تدوي صافرات الإنذار أو بدأت بالدوي منذ ثوانا في تل أبيب الكبرى في تل أبيب والمدن المحيطة بها كذلك في المناطق الشرقية لقطاع غزة إذن تدوي صافرات الإنذار الآن في هذه الأثناء في منطقة نيتيفوت القريبة من قطاع غزة وفي المناطق الشمالية للقطاع في منطقة أجدود وفي منطقة روحوفوت وفي ريشون لتسيون وهي الضواحي الجنوبية لتل أبيب وفي تل أبيب نفسها وفي الضواحي الشمالية لتل أبيب يبدو أن رشقة أخرى أطلقت من قطاع غزة هذه ثاني رشقة خلال أقل من نصف ساعة تستهدف تل أبيب والمدن التي تقع بين تل أبيب وبين قطاع غزة مثل مدينة أسدود لكن أيضا الضواحي الجنوبية والجنوبية الشرقية لمنطقة تل أبيب قصف متواصل تأخر إطلاق الصواريخ هذا النهار من قطاع غزة لكنها عندما انطلقت استهدفت مناطق بعيدة مباشرة استهدفت مرتين منطقة تل أبيب في إحداها على الأقل في الرشقة الماضية عرفنا بعدم تمكن القبة الحردية من اعتراض صاروخين صاروخ سقط في أرض مفتوحة في منطقة ريشون لتسيون لكن الصاروخ الأبرز والذي نتحدث عنه منذ مدة هو الذي سقط على مبنى في مدينة تل أبيب وأدى إلى ثلاث إصابات على الأقل على الأقل إحداها متوسطة بحسب ما يقول الإسعاف الإسرائيلي طبعا كل هذا يتزامن مع الغارات المتواصلة على قطاع غزة غارات من الجو لكن أيضا قصف مدفعي على القطاع تحديدا على المناطق الشمالية لا يتوقف لم تصلنا أي تبلغات من الإسعاف الإسرائيلي حول الرشقة الصاروخية الأخيرة التي لا تزال مستمرة حتى الآن صفرات الإنظار لا تزال تدوي حتى الآن في منطقة تل أبيب نتيجة لرشقتين صاروخيتين متتاليتين من قطاع غزة الأولى أدت إلى سقوط صاروخ على مبنى مباشرة في تل أبيب وأصيب ثلاثة إسرائيليين بجراح أحدها على الأقل متوسطة بحسب الإسعاف الإسرائيلي لكن الآن رشقة أخرى يبدو أنها ثقيلة مكونة من على ما يبدو خمسة أو ستة صواريخ كما في الرشقة السابقة نعم إذن رشقة صاروخية جديدة في أقل من ساعة عن الرشقة الصاروخية السابقة وصفارات الإنذار مازالت تدوي في تل أبيب الكبرى والمناطق الجنوبية المتاخمة للحدود مع غزة كما ذكرت أحمد